مجدداً أهلاً بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك نحن بطمع متشوفوا بمنزل النائب السابق مصباح الأحداب كنا منذ بعض الوقت في ساحة النور للإطلاع على الإجراءات وسنأخذ أيضاً آخر المعطيات المتوفرة كيف يراقب النائب السابق هذه المسألة ماذا يجري اليوم وماذا جارة خلال أيام الماضية أول شي شكراً على استضافتك أهلاً وسهلاً فيكم أنتو بتشرفونا وصوت بيروت انترناشنال نحن أنا بحبونا كتير وأنت بالزيت تعرف إليك مع أزي خاصة ما بس عندي عندي كتير ناس هوني بطرابلوس أسلام كلك زوء يعني حنبلش تدرجاً إذا فينا نقول اليوم هلا أو من الآخر للأول اليوم في إجراءات كتير على ما يبدو غير مسبوقة خلال أيام الماضية يعني نحنا جينا إلى أيام الماضية ما شفنا هلقدة أول شي تواجد عسكري كبير وما شفنا تفتيش اليوم عم يتم تفتيش عند كل نقطة وسألنا مصادر العسكرية قالوا هيدا لسلامة الصحفيين والمتظاهرين وكل حدا موجود تحت فشو رأيك بهذه الإجراءات بالأول يعني التظاهر حق موصان بدستور فاليوم أنت لما بدك تنزل تتعبن عن رأيك بطريقة سلمية الدولة يجب أن تكون مسؤولة عنك فالمؤسسات العسكرية شغلتها أن تحميك وتخلي لك مجال أنك تقدر تعبر عن رأيك لا سيما لما تكون الأوضاع بصعوبة الأوضاع التي نعيشها في هذه المرحلة والناس طبيعي أن تنزل على الشريع رغم الأقفال ورغم الجائحة اللي صايرة لأنه في وضع اجتماعي منه معالج بولا بشكل من الأشكال خليني يكون صريح معك يعني بس يسمعوا أي سياسي عم يحكي أكان حالي أو سابق أهل طرابلس أو بشكل عام كل السوار وكل اللبنانيين بهذه القاونة بيقولوا طيب ما أنتوا المسؤولين أنتوا اللي عملتوا وإنتوا اللي مش عم تهتموا إلى آخرها طيب إذا المسؤول بدوا يشكي المواطن شو دوره هنا لا تنتبه المسؤول ما له حق يشكي المسؤول اللي موجود بالدولة هيدا الحق أعليه إذا ما ميشي الحارم هلأ أنت بتعرف طرابلس عانت من 20 جولة عنف ونحنا لما صاري جولات العنف نحنا وقفنا ضد المسؤولين رغم أنه أنا كنت بموقع صحيح أنه كنت بطلت نايم ولكن كنت بطلت نايم لأنه بالآخر صار في مواجهة بيني وبين القوى السياسية وذكرت باسمهم الناس اللي يفتعلوا المشاكل بوقتها على بعدين بالنسبة للوضع طرابلوس الإنمائي وضع طرابلوس الإنمائي كمان يعني الخطة واضحة أكتر من أنه الناس انتقادوني بمرحلة ولكن لما لقيت أنه السلطة المركزية عم تعمل إقصاء لأي إنماء بطرابلوس جربتنا أنه شوف بركي بنقدر نعمل شيء عبر البلدية السلطة المحلية فاليوم اللي ما بحيتنا أنه كنا بموقع لكن البلدية هي ضد الطبقة السياسية حاليا المسؤولين عن البلدية يعني بطل فيه مبرر أنه هؤلاء السياسيين يعني كمان البلدية يعني كيف هل أداءة عاجبك؟ يبي أنا قبل كل شي اليوم الوضع عامة طرابلوس يعني ناتج عن سنين من تراكم وما بسنين من تراكم عن افتعال مشاكل من قبل السياسية أنا كنت عم بتقلي أنا بس بتمنى أكمل اللي بدي إلك يعني أنا ولا مرة كنت بموقع يعني لني حاطيت إيدي على الإنماء والإعمار ولا على المرفأ ولا على البنبوست تحت تقول أنه والله أنا أخذ ممتلكات العالم وبنفس الوقت ربح الناس مني بألف أو ألفين موظف تقول أنه والله أنا موظف ناس اللي هني بيكونوا مكنة انتخابية لألي أتل عددتهم كل واحد تابع لحده وفي إحاقات يعني فيه رئيس مئاتي فيه رئيس عد الحريري فيه الناس كلها بتعرف مرحلة مبقى في لزوم لأن حكينا كل شي أنا لما كانت الأحداث عم بتصير بطرابلوس قالت اللي مسؤولين عن توزيع السلاح الرئيسين الحكومي اللي عم بتتيلو اللي هني الحريري والمئاتي هلأ اليوم ناس صارت شايفة كل شي أنت بخانق مع الكرم؟ طبيعي لأنه بالآخر أنا بموقع المواطن بطرابلوس نحن اليوم المفروض كقيادات أننا نقدر نطور البلد هيدا المعرض اللي قدامك هون لحديت هلأ سمن ومرمم بحين بدأ قرار قرار من وزير الاقتصاد ووزير المالية طب استلموا حكومات وكانوا الكل موجودين بقلب الحكومات وأقصونا عن الحكومات أنا أولا مرة صار لما جاء الفوت على السلطة التنفيذية وقفتنا ووجهناهم وطلبنا وصمهم بقلهم عميون فهم لا يبصرون بس كمان لنكون صراحين أنه حدثك من ضمن اللي بيرفضوهم الصوار وبيجوا عبات بتزهروا قدام بيتك في نسمة يعني أول لما نزلت على ساحة النور في البعض بدي أقول لك شي في عندك كثير الناس ما بتحبني وفي نسمة تحبني مت كل عالم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمعت الأمة عليها ولكن أنا بأكد لك أنه كثير من الناس اللي موجودين بالشارع لا بيحبوني ما مظبوط أنه بيرفدوني واللي صار على ساحة النور ما واضح أنه مفتعل من قبل الأجهزة لأنه الفلومي موجودة والناس اللي يفتعلوا المشكل الموجودين ومرأة سنة ولا بعت وراهم على القضاء لأن القضاء مسيس خلال الأيام الماضي كان في البعض بيسميها أعمال شغب البعض بيقول لأ إنه هذا لازم يصير أكتر نظرنا للفقر البعض بيقول في مندسين شو قراءتك لهذا الموضوع؟ قراءتي قبل كل شي مظاهرات محقة لأنه أنت لما بتجوع الناس وبتزربهم بالبيت وممنوع يطلعوا طيب ومنك ما أمن لهم شيء وهلأ اليوم بلبنان صارت صار الفقر ستين بالمية بس طرابلس نحن من عشر سنين طلعت التقارير تبع الأسكوا وبين أنه كان الستين بالمية فقر في طرابلس من وقته فاليوم الوضع بالفقر مزري في مدينة طرابلس وبعض المناطق من الطبيعي أن الناس ما فيك تجوعوا وتمنعوا يتظاهر فالناس بدأتنزل تحت تعبر عن رأيها طب فينا نقول مين اللي مانع أن تكون طرابلس أو الشمال أو طرابلس خلينا نقول مثل بعض المناطق اللي فيها رفاهية اللي فيها إنماء اللي فيها علما أنه هونيك في زعامات وهوني في زعامات ليش هونيك مسموح وفي إنماء إلى حد كبير رغم فساد بس هوني فساد وما في إنماء فينا نقول للناس ليش مين شو السبب أول مسؤولية على الزعامات المحلية يلي وعدوا الناس بالألفان وتسعة ضبوا على بعضهم وعملوا اتفاسة موقتها سين سين وأنه نحنا تحتى نقدر نأملكن إنماء هنضطر نضحي صور أنا اللي وقعت لخروج المخابرات السورية ملقيت محل على لحة 14 دار ومصطفى علوش كمان للأمانة مصطفى علوش قال هو تابع لحزب نعم حتى لأنه تابع لحزب ما اختلفتنا بس مصطفى علوش بأربع عشر دار ما كان بالبريستور عم بيقاوم السوريين وعم بيوقع خروجهم من لبنان وطيار المستقبل إلو حق يقرر مبدور الشيح بس مصباح الأحدى بالمستقل حطوه بره رغم إنه هو اللي واجه المخابرات السورية بوقتها وجيب ونجيب ميقاتي وجامعة وحطوهن وقالوا على أساس بدهم يعملوا إنماء لترابلوس ترابلوس عشرين عشرين عملوا دراسة وأنه نحن حنقملكون وظايف وشغل وإنماء وإلى آخرين وما بعدها صارت المشاكل اللي اللي وصلت البلد للخراب فأول مسؤولية على المسؤولين المحليين اللي هن عم بيشتغلوا مع بعض القوى الأقليمية اللي بتعتبر كانت أنه ترابلوس ما لازم تكون موجودة على الخارطة اللبنانية لأنه ما تضربت حمس وحمى وحلب لحديث الموصل ترابلوس أول مدينة من مدينة المنطمون تتهمهم بالتواطو رغم إعلان أنه هن ضد نظام السوري أو الضد الإيراني بس هن فايتين باللعبة أنا قلت علنا المشكل مع اللي كانوا مسلمين السلطة واللي لحديث هلأ مجربوا أنه مقاصبين حالهم فريقين فيه فريق بيسببوا لحزب الله وهن بفوتوا على السلطة بيتنازلولو بس الفريق تبعون نفسه يلي بيسببوا يعني أنت ما فيك تنتقد لأنه صقفك منو عالي قد صقف المثبات اللي بسمعه نحن ما منن نسببو لحزب الله بس نحن ما فينا نمشي عكيفه لحزب الله وما فينا نقبل أنه أي سلطة تتنازل مت ما تنازلوا وما نوحكي عم بحكيه هلأ بكل المراحل المفصلية كنا عم نعمل الملاحظات اللي لازم تنعمل تنقلهم ما قلكن حق تتنازلوا وتوصلونا لليوصلين نحن هلأ بهذا السؤال حاولنا نشرح ونعطي هيك بشكل مباشر ليش ترابلوس مش متل متل جنوب متل بعض المناطق اللي فيها إنماء وفيها زعامات وفيها علامات استفهام بس إنه عم يشتغلوا على الأرض وهذا الشي واضح حاولنا بهذا السؤال ندوي على هذه النقطة يمكن اللي بتغيب خلال كل السجلات اللي بتصير يعني سابقا قليل ما ينحكى بوضع الأصبع على الجرح حضرتك تحب توضع الأصبع على الجرح اليوم في بعد اللي صار من أعمال أكان بالبلدية أو بالصراي أول شي بتستنكر أو بتبرر بالنسبة للي حصل أنا محدا من أهل طرابلوس عمتان بدوا دمار المؤسسات ومحدا مع الشغب وبرجع بقلك التظاهر محق ولكن اللي عم نشوفه نحن من فترة طويلة يلي حكى اللي واضح ونحكى عنه من قبل وزير الداخلية السبق مروان شربيل أنه بيبعتوا اثنان ثلاثة من دسين بيخربوا الدنيا وبيحشتهم بيضربوا التانية انت ما فيك تجي تبعت ناس من عندهم وتخربوا الدنيا وترجعوا وتفلتوهم بعد ثلاث ساعات وبيحشتهم تلموا الناس اللي نازلت الطالب بحوة هيدا اللي ما فينا نقبل فيه فاذا اللي صار طبعا مدان ولكن حق الناس انه تعطريد بعدين لما بيكون في ولايدات عمرهم عشرين سنة بيطلعوا بيلايقوا ناس ده متلما حرقوا المصارف بيربدوا وراهم طيب مين اللي عم بيحروق المصارف مين اللي عم بيورطن اللي عم بيورطن للعالم هن اللي عم بيشتغلوا مع الاجهزة مين اللي عمل المشكل على ساحة النور تقلي مثلا السوار ما بيحبونا يلي ما بيحبونا هن جماعة الاجهزة يلي معروفين يلي هن اللي اللي افتعوا له المشاكل فاذا طوريت الناس وبترجع بعدين تقول فاذا منا نضرب المجتمع ككل هيدا اللي منه مقبول هلا فيه خبر عم بقراء احتراق منزل في سوق الدهب بترابلوس ووفاة شابين كانا بداخله طبعا ما بتبنى الخبر ولكن هو خبر موسوء حسن ما عم بيقولولي ادى احتراق منزل في سوق الدهب في ترابلوس الى وفاة شخصين كانا داخل المنزل وفي التفاصيل انه بعد وصول فريق الانقاذ التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان عثر على جثتين محترقتين لشابين في المنزل وهما علاء واحمد لبدي وافادت المصادر ان فرق الانقاذ واجهت صعوبة بسحب الجثتين خوفا من سقوط السقف المهترق جراء الحريق يعني هاي مأساة جديدة الله يرحمون هذه كلاتنا تحت الطاف رب العالمين خلينا نشوف صورة الحريق خلينا نشوف صورة الحريق بالتزامن مع الحديث اللي عم نحكيه مؤسف هيدا الموضوع مؤسف كل شي عم بيصير بترابلوس ممكن يصير وينما كان الله يحمون فيما يتعلق بطوقفات يعني معلومات صوت بيروت انتناشنون بتقول انه ما بين 11 و 15 لحد هلأ وبعدها مستمرة طوقفات اكان من قبل الجيش او من قبل شعبة المعلومات للناس اللي ساهموا فقط مش لي راموا حجارة او لي عملوا بعض الصدمات انما اللي زدتوا قصص حارقة قدت الى حرق الاكان البلدية او الصراعي او المحكم الشرعية او ما الى هنالك اولا انت مع انه يصير في هيدا الموضوع ينفتح تحقيق هذا ممكن يكون شي طبيعي ولكن كمان اجتنا معلومات انه اوقات عم بوقفوا شخص عاش شبهة يعني شايفو مش هو هلا حنتحقق فيما بعد شو رأيك بالتوقفات وهلا بتشبه التوقفات اللي كانت سابقا تصير تحت شعار داعش وما داعش يعني قبل كل شي انت سألتني على المؤسسات اللي اتدمرت او اللي احترقت بس في شهيد راح بترابوس في عمر طيبة الله يرحمه استشهد في عندك من فوق 200 جريح اكثر هيدولي اولادات جريحين فائزا طبعا بدي تحقيق والتحقيق ما بس بيكون مع اللي خربوا التحقيق مع اللي اصروا ومع اللي حركوا العالم فهيدا اللي نطرين قوة الامنية اوست بالهواء كتير اوست سويسيابي كمان هون نحنا نطرين تنشوف التحقيقات كيف دا تصير بعد بكير نحنا مننا قبلنين انه تمرق القصة هيك لانه في شهيد عمل لك في شهيد هيدا بالاخر هيدا هيدا منه مقبول انه اذا بدك تقبل انه تمرق الامور بهالبساطة ترجع وتصير مرة تاني عصيرة الشهيد طالما ذكرته نحنا من يومين رحنا زرنا البيت زلم والد الشهيد كمان يعني فاجأنا بأكيد ألم كتير كبير وطلبنا مقابلة وقالنا كلمة واحدة كتير مؤثرة ما بدي تاجر بدم ابني بدي تابع عم يرفض يعمل مقابلات مع كل الإعلام وهيدا قليل ما تصير محلال الباقيين انه عم يتاجروا وحاولت اقنعوا انه انه يعني ارفع الصوت لا يكفي كذا هيدا القصة الله يشدوا الله يصبروا لما نهيني ولكن هيدا بيشوفها من زاوية شخصية بأيما متل ما بدو انا بشوفها من زاوية مدينة يعني الله يرحمه عمر طيبة ممكن يكون اي شاب بالمدينة فتعاطي اللي صار القمع المفرط اللي صار اما انه مقبول كان فإذا التحقيق لازم يصير في تحقيق مين اللي حرك الناس مين الاجهزة اللي حركت العالم مين اللي تغطى ومين وين التقصير اللي صار فإذا اليوم نحنا عم نتابع لحديت هلا من سنة لحديت اليوم اللي كان يصير التحقيقات تتمعنا عندك قضاء مسيّس بالمية مية حاطين لك قاضية هون مدعي عام سمراندا نصار تيجي فالتي على العالم اللي بينزوا يتظاهروا وياللي بيشتغل مع الاجهزة بفلتوه وياللي ما بيشتغل مع الاجهزة نازل طيطالي بلقمة عيشو بورتوه وبلبسوه بركبوله عميس ما بيقوله نكون كمان صراحين حكينا عن السياسيين وقدبة حمل مسؤولية الامنيين والقضائيين هل صحيح انه في المستلمين هون وليعم يعملوا كل هالقصص تابعين بشكل مباشر اما لرئيس الجمهورية او ما الى هون طبعا لما بتصير التعينات ما في بلد بالعالم تنعمل تعينات قضائية وبيقولوا لك القاضي الفلاني لرئيس الجمهورية والقاضي التاني لرئيس الحكومة والقاضي التالت لرئيس مجلس النواب هيدا قضاء لازم يكون سلطة مسئلة انت لوين ترجع بس اما بيكون عينك بنت عينك عم بيجوا يتصرفوا وهلأ الدنيا خربانة والناس جوعانة وريك دين ورا واحد اذا فلت كلمة بتهين احد المراكز السياسية هيدا منه مقبوط طيب كمان بالكراءة السياسية هل يعني 23 جولة عنف وكنا نغطيها ونشوف مأساة الناس وكانوا يقولوا صندوق بريد هل كمان هيدا اللي صارت صندوق بريد بالسياسة من عم بيقوس عمنا عم بيحاولوا قبل كل شي في خلاف بالسلطة بين الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف نعم وكلنا من نعرف مخابرات الجيش تابع لرئيس الجمهورية والفرع المعلومات تابع لرئيس المكلف بصراحة حروبات الأجهزة ما بقى نقبلها ولا بقى فينا نحملها وهيلي لازم تنوضع لحد ولازم بالآخر به المرحلة نحن عم نتحرك يعني ان الله بريد بهاليومان بيطلع يعني نعمل شي مرتب حتى تاخذ الخطوات أول شي بدك تعمله حتى نخلص من هالمشاكل اللي عايشينا اليوم بدك انت تعالج مشكلة الفقر اللي صايرة بالبلد يعني لازم تتاخد خطوات سريعة وبنفس الوقت غير الخطوات السريعة اللي بدك تاخد بدنا كمان يتبين تحقيق شفاف وشوف النتيجة لما فيه قرار سيئسي شوف اليوم كيف اليوم حامين ساحة التظاهر يعني أنا اليوم بشجع كل الناس انها تنزل وتعبر عن رأيها تنزل من برات ترابلوس كمان من بايلوت وأهل ترابلوس ما بتكون انت حامينهم الساحة وتركهم مجال انه يقدروا ينزلوا يعبوا عن رأيهم بطريقة حضرية بتتحمس الناس وبتنزل بس ما انت بدك تجي تترك مجال حتى يصير فيه خراب بتورجي الفرق بين القرار السياسي لما بينعطا والقرار السياسي لما ما بينعطا فيه كمان علامات استفهام حول البلدية انه الجيش مكان موجود هونيك او اتأخر للوصول وفيما بعد حتى مسألة الاطفاق يعني احنا كنا عم نغطي وعم نشوف كلها المشاهدات وهذا الحكي رئيس البلدية قاله بشكل واضح صحيح صحيح لانه بالاخير طيب مين اللي بده يعرف شو اللي عم يتحضر مع اجهزة المخابرات وبعدين لما بيكون فيه مؤسسات رسمية ما لازم يكون عنده حماية يعني شو هالقرار الصعب انك تيجي تاخد قرار ببيروت تبعت 200 عسكري يحموا المؤسسات الرسمية اللي موجودة بطرابلس كنا سألنا عن توقفات يعني العشوائية نعم التوقفات نحنا مع انه يصير فيه تحقيقات بطريقة شفافة وواضحة وينعرف مين المسؤول بس توقفات العشوائية اكيد نحنا ضد التوقفات العشوائية نحن ساول شوف هايك اذا الناس سألو ينتقدو تنزعج اذا حدا هايك راح حاول شوف رايك بعض الكومنتات تعليقا على اللي عم بي نحكي هناك منه سيد لبنون هذا هو عال عندما يصبح عمره 60 سنة بعده يأتيك كومنتاتك ما يصبح بلقي هو يصخر لا يظهر لا يظهر هذا هو يظهر يعني كانت خيره أو الله يشبه أقف لي الصوت بلقي هو يصخر بلقي هو يصخر ولكن يريد أن أعطينا ذلك هناك بعض التعليقات هناك بعض التعليقات هناك إيجابي و سلبة أكيد أحد أخبرك عبد يوسف يقولك ما هو الحل يا أخي الحل أنه ينعمل فريق من كل المستويات من الناشطين الموجودين بالشارع إلى الناس الذين بدأت تحدث مع الدول القرار بالخارج تحت تنحط الأطر التي يجب أن تنحط لانت تنضبط الأمور الداخلياة لأنه من الموجودين تقوم فيهم اليوم السلطة تقوم في الآن ومن الموجودين في القوى الخارجية فهذا اليوم من الموجودين يجب أن يعمل فريق قلبه المحامين على أصل التوقفات العشوائية لماذا يكون هناك التوقفات العشوائية لأن يجب أن يكون فريق محامين يتابع الثورة لمن كانت مسلمة مين عم بيحمي السوار نقيب المحامين بطرابلس اللي تابع لرئيس المكلف اليوم نحن عنا ساقة بنقيب المحامين تابع بيرو وطبع طرابلس ما عنا ساقة فيه هاي دي فأزا لازم يكون في فريق محامين يفوت باللي بدك يكون في عندك ناس من الجيش يقدروا يوصفوا كيف دستوريا وقانونيا لازم تكون العلاقة بين الجيش اللبناني وبين المؤسسات العسكرية وبين المواطنين هاي دا نموزة عم نشوفه اليوم نحن ما بنا ننتقد للانتقاد لما بياخدوا الخطوات اللي يجب تتاخذ نحن منشكرهم نحن مع مؤسسات الدولة نحن معنا ميليشيات بس اما مؤسسات دولة بدأت تشتغل لحماية القوى السياسية اللي خارب البلد لا نحن منقف ضدها في حد نجيب السيد بيسألك لشو عم تعملوا معهم بيسألني لقلي لشو عم تعملوا معهم مؤابلات خسارة الوقت اللي عم بتضيعوا هني صار لهم 30 سنة بدوننا شريع بعدنا عم ناخد حكية وعوزنا عم التعبير الكذب مننن اول شي ما بيقدر يقول مننن لانه انا واقف بويجون اللي 12 سنة تاني شي ازا عم يضايع وقته ما يحضرني بس في ناس بيهمة تحضرني لانه بالاخر ممكن كمان ترابلوس تكون فالتي وممنوع انه تنطرح الامور اليوم بدي قللك شغلي بالسياسة سوى قدامت انت لترابلوس وائل سمح لي اول شي هادي الاسئلة السخيفة يا الاول شي انا من مدرسة ناسيب الحود وتاني شي بكفة انه انا وقعت لخروج المخابرات السورية لما كانوا موجودين بلبنان وقمت بدوري كنايب ومثلت العالم مظبوط تاني شي زوجان سنة الاول يمكن اللي خرق على تطلع البريستول مين وقع لخروج السوريين غير مصباح الأحدى بسنة بوقتها نايب ما في حدا فاذا ما حدا يجي يكل براصي حلاوة مثل ما بيقولوا وتاني شي بالنسبة للانجازات تسأل اهل طرابلوس صندوق المهجرين اللي فاتحوا بطرابلوس أنا بس هادي ما بأجيوب عليها لانه هادي سخافات انا تاريخي مشرف نحنا كنا بفريق معارض بقلب المجلس النيابي نسيب الحود معروف التوجه تبعه والليوم يلي بدون ينتقدوا حقهم ينتقدوا أنا من يضد انو حدا ينتقد ما بدي الناس كلاية تكون معك ولكن بيقدر واحد يقول لك ما بحبك بس بيقدر يقول لك سرقت ولا بيقدر لك توطأت معهم ولا بيقدر يقول لك انت أسرت وما قفت بوجه بشان ترضى فيه واحد من صيدة بسلم عليك بس اللي عم بقولوا انو بالاخر هيده كلام صار صخيف هيده ما بينقال لما صباح الاحدى في كتير ناس مؤيدي لا ببس هاك لانو الطبيعي يسادي بس انا خليني رد على قصة ليش بتطلعون وليش بتنزلون وهالقصاص نحنا كساسي انا برفض لانو انا لما بصير في جولات عنف وبوقف بوجهن سمحلي لما بوقف انا بوجهن وين كانوا يسترجوا يقولوا انو رأس الحكومة اللي هي عم تمول جولات العنف ولا كانوا مستفيدين منهم فاذا هيده ما بتلحكى معنا دعني اقول بس هيك رمارك صغيري اللي عم نعرفه من الناس انو عم بروح صالح بعزة الطالح كما يقال انو ما بدوا يشوفوا ولا وجه شافوه خلال ثلاثين سنة بغض النظر شو كان عم يعمل انا هون كمان حاولك انو احتجع ترشح لا حاولك هذا ما هي دولة بهمني انا اني كون نيب كنت نيب اليوم يا بتقعد عند هول يا بتقعد عند هول انا وقفت بوجه هول وهول بس انا اللي بدي اقولك اليوم بيجي واحد جديد بدك تجربه فاليوم بالعكس لما واحد معروف تاريخه انت بتقدر تقيمه هتترشح اذا صار انتخابات اخر سؤال سبح لي يا سيدي انا اكيد حكون موجود وقت الانتخابات بس بترشح ما بترشح تفصيل شو بدي اعمل نيب يعني لو بدي اعمل نيب عمل لك كنت نيب بس السؤال اللي بينسأل ماهيدا انت اليوم بيجي واحد جديد بيقلك انا نوياي طيبة ما بدك تجربه انا مجرب اذا واحد عنده قصة فساد على مصباح الاحدب بيقوله اذا واحد عنده قصة تقصير على مصباح الاحدب اللي عمل نيب ما عمل وزير فضل يقوله اذا لا بيقدر يطلع يقولك انا ما بحبه لمصباح الاحدب بس ما بيقدر يحكي شي تاني اما بيجي جديد اليوم شو بيعرفك بكرة انه يمشي مظبوط او يقلوب لانه وعدوا الناس باشكال والوان وبوظايف وبالمن والسلوى وطلعوا كزابين لما وصلنا على مفاصل كليتهم تخبوا وقعدوا ببيوتهم عم بلك انا وجهت المخابرات السورية وحضلني موجود طالما في فراغ ونحنا مشان منمد ايدنا للجيل الجديد لانه اليوم البلد ما بس البلد العالم كله عم بينقول لمرحلة الزكاء الاصطناعي صار مستلم يعني اليوم بعد اربع سنين في عندك سبعين بالمئة من الوظايف هتختفي فاذا انت بدك ناس تقدر تنقل لبنان من مرحلة لمرحلة ولكن بدك الاطار العام القديم اللي اشتغل ممكن يلاقي له فرصة والجديد يعني ميكس بدأت سير اكيد انت القديم اللي اشتغل وكان نظيف لابدك تعاقب لانه سياسي للي جاي جديد اليوم وعم بيعطي رأي ومنو عم بشتغل سياسي كلهم يعني كلهم هذا الشعار هذا الشعار يلي طلعوا اهل السلطة انا مين اللي بيتهمني اني منهم وفيهم هني يلي هني معتبرين انه انا مني موجود اساسا يلي بدوا يعرف التاريخ مصباح الاحدى بفوت على المحطة طبعي على يوتيوب في اربعين فيلم بيورجوا بكل المفاصل وان كن موجودين وان كن ويفين هل انت مع انقلاب عسكري عم يسألوك انقلاب عسكري كيف يعني اذا استلم الجيش اذا استلم الجيش شو بتوجه تبع الجيش انه ممكن مرحلة انتقالية او شي مرحلة انتقالية اذا كان في وضوح ما عنا مانع بس لا نعرف على اي اساس بس اذنا تجي تقلي والله بدوا يجي يجي يعملوا عملية انقلابية ويجي يحطوا نظام عسكري ويجي يمشوا انا بدي جيش اللبناني يكون جيش يحمي المواطن اللبناني ما يحمي تحالف الاقليات بدك تمديد لمشيل عون لم يحمي تحالف الاقليات نحن نطرح الاو نفا بس ماريو عون وإلى آخرة طرحوا لازم يمدد بدون يمددوا لشو بدون يمددوا الانهيار بدون يمددوا السرقة بدون يمددوا النهب بدون يمددوا المحاصصة عشو شيفين حالون لك ولدهم عم بهجروا ولدهم عم بيبعتوهم لبره بدون يمددوا بدون يمددوا والدولة اللبنانية المؤسسات العسكرية مش غلطة تحميهم لما بتكون المؤسسات العسكرية عم تشتغل لمصلحة الشعب اللبناني نحن معا لما بدأت تشتغل متما يشتغل رئيس الجمهورية لتحالف الاقليات نحن منا معا لما بدوا يطلب منهم انه يغطوا الكاميونات اللي عم بتهرب وتقطع ويعتبروا انه اذا راح شهيد بطرابلس منوزات اهمية لما صارت احداث ترابلوس نحن وقفنا بوجه لعمر الحسن اللي كان مستلم الجيش ومخابرات الجيش بالشمال اللي اليوم فتحوا له ملفات لما الجيش بيشتغل حسب الدستور اللبناني والقانون اللبناني نحن اول ناس مع الجيش اللي من مؤسسين الجيش اللبناني بعدها بقدر يزايد علينا يعني انا بكلي شوي بدي يعني متشوي اكتر بنقل بعض الناس شو عم بيقولوا سان بوب عيسى حدت لك حكيت انه انت اول واحد واجهت المخابرات السورية ومضيت في حين انه البعض من الموجودين تهمك ان انت كنت كمان ضمن الوصاية قبل ماشي مع السوريين عم بيقولك شو هني قالوا بس في حدا بدي يكترد على هيدا السؤال جبران بسيل كمان واجه المخابرات السورية هيدا مش معيار نظافي ونزاهي يعني جبران كمان واجه المخابرات السورية مضبوط لانه انا تعرفت علي لجبران بسيل بالكارتون كانوا عم بيكلوا قتل بوقتا كانوا ما بيخلوا يقدر يطلع عضو مجلس بلدية بالبترون مهي هلا اليوم بيقولك نحنا المسيحيين انت لما بتكون عم بتعاني من هايك موضوع و بتصير بقلب السلطة ما فيك تتصرف نفس طريقة مع التانين يا اما في اصلاح فعلي يا اما لا هلا عمين ماشي جبران بسيل جبران بسيل يعني انت شايف شو شعم بيصير جبران بسيل فاتوا اخذ حصة هني اللي صار عملوا ثورة مضادة بعد 2005 شيلوا كل الناس اللي كانت عم بتطالب باصلاحات فعلية اللي من جملتون برجع بيقولك انا منيك وهير بحر يعني كان في نسيب الحود والطروحات اللي عملناها وفريق لحديث هلأ الفريق اللي كان موجود مع نسيب الحوجز كبير منه اليوم موجود بقلب السورة من الناس اللي عم بيحطوا التوجهات العامة طيب هيدا اللي بدنا نحقيقه نحنا ما انه بتجي انت بتعكز على السورة وبتفوت وتقعد وتعمل وزير وبتاخد حصة من الدولة وبتقال لي ما خلونا نشتغل هيدا منه مقبول شكرا لك انا ما فت على السلطة ولا خلولي مجال فت على السلطة بس برجع بقلك نحنا لا منكل ولا منقل لأنه بالآخر هيدا بلادنا وما رح نخلينهم مجال ان يشتغلوا فيها بهالطريقة خاصة بمنطقة مثل المنطقة اللي موجودين فيها شكرا لك سيدي يعطيك العافية اذا مشاهدي صوت بيروت انترنشنال وبيروت سيتي على فيسبوك كنا مع طبعا استاذ مصباح الأحضب نرجع بنقول نحنا صوت الناس بننقل وجع الناس لما نكون عطرقات وبس نعمل مقابلات مع السياسيين او مع اي طرف بالسلطة ننقله وجع الناس ومنمجهو بوجع الناس فما حدا يعلمني لا لا عم بحكي بشكل عام لأنه دايما بيصير ما فيك انت تكون محارب من السلطة ويتهموك انك انت بصير دايما بيصير البعض لا هيدي انت لازم توضحها السيج ربيع لأنه هيدي بتقدر تحكي يلي بدك تحكيه او يقول يلي بده يقوله بس ما فيك تتبنى كلامه يلي بالسلطة لك حق توصله وجع الناس وتتهمه اما اللي بيكون محارب من السلطة انا نيب سابق وكنت انسوا الفرنسا رخصة ما بيعطوني تاحمي نفسي السلطة اوكي انا هلا عم بستغل عم بستغل وجودي عندك لحتى وضح هيدا السؤال كل يوم انا بستغل وجودك توضيح تما تكون ضايع التاصل اوكي وصل التوضيح شكرا لك بس انا بس هون بدي وضح بس ما بقى حدا يعلمنا المهنة نحنا مننقل وجع الناس على راس السطح وهيدي اولوياتنا وبس نكون مع سياسيين مش معناتها نكون باحضان السياسيين نحنا عم ننقل وجعكم لقلهم نحنا صر الاعلام صر اتوصل ما بين السياسي والناس واكيد الاولوية القصوى للناس وحنبرز فساد كل هيدا السلطة السياسية الفاسدة كان معكم ربيع شنطف محمود السيد الى اللقاء اشتركوا في القناة